تخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني قرارات تخص تعزيز الأمن المائي خلال فترة الصيف الحالي فضلا عن توجيه وزارات الموارد والبلديات والزراعة والمالية وأمانة بغداد بتنفيذ خطة معالجة شح المياه هذا وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن العباد عقد اجتماعا مع المجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة ظاهرة شحة المياه في العراق بحضور وزير الموارد المائية الذي قدم خطة لمعالجة الشح المياهي المتوقع للصيف الحالي مضيفا أنه تم الاتفاق على تأمين الحصص المائية بما يلبي حاجة المواطن مياه الشرب والزراعة مع مراعاة ترشيد استهلاك المياه